أحبتي أبشركم وأقسم لكم بالله ثلاثا أن هذا الوباء سينتهي لا محالة لا محالة لأنه من سنن الله أن لا يطول بلاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سنن الله أن البلاء وقته قصير ولكن أحبتي كورونا سينتهي لا محالة ولكن سألتكم بالله ثلاثا سألتكم بالله ثلاثا إذا انتهى وباء كورونا لا تعودوا بعدها لإرسال بناتكم إلى الاختلاط سألتكم بالله ونحن اليوم يمتنع الرجل أن يسلم على الرجل وتمتنع الفتاة أن تسلم على الرجل خوفا من كورونا سألتكم بالله كونوا على ما أنتم عليه أيتها النساء كونوا على ما أنتم عليه بعد كورونا الناس التي أصدهت تخاف اليوم من الموت وتصدع المستحيل من المعاقمات ومن المقايا خوفا من الموت سألكم بالله ابقوا على ما أنتم عليه بعد كورونا المساجد التي نزلت الدموع شوقا إليها بعدما أغلقت اعلموا أنها كانت فارغة في صلاة الفجر قبل كورونا فابكوا عليها بعد كورونا سألتكم بالله هذا الحال من الإيمان هذا الحال من التقوى هذا الحال من الخوف هذا الحال من الهنع هذا الحال من القرب من الله والخوف من الموت اثبتوا عليه بعد كورونا والله ستكون الدنيا بخير اليوم الناس كلها تطلب السماح من بعضها البعض والكل يرسل للآخر سألتك بالله سامحني سألتك بالله اعفو عني كورونا سينتهي لكن لا تعود لقطيعة الأرحام بعده لا تعودوا للربا بعده لا ترسلوا أباءكم وأمهاتكم بعد كورونا إلى دار المسنين بعد كورونا الدول العظمى التي سقطت اليوم ليس بفعل قنبلة درية سقطت اليوم الدول الكبرى أقوى دول اقتصاد وقوة عسكرية في العالم سقطت ليس بفعل صواريخ عابر القرات وإنما سقطت بفعل فيروس لا يرى بالعين المجردة هؤلاء هل سيبقون على ما عليه؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف السوريين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف الغزيين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف اليمنيين؟ أين الأخبار العاجلة التي كنا نسمعها عن قتل العراقيين؟ كل العالم صمت عن الظلم وعن القتل وإن طفل السوري الذي قال قبل أن يستشهد قال سأخبر الله بكل شيء قال قبل موته طفل صغير 8 سنوات قال سأخبر الله بكل شيء انظروا للعالم اليوم انظروا للعالم اليوم الظالم والقاتل خائف من فيروس اتمنى ان يبقى خائف الى يوم القيامة اتمنى بعد كورونا ان لا تعود القنابل والبراميل المتفجرة تسقط على اهلنا في سوريا اتمنى ان لا يجوع اهل اليمن بعد كورونا اتمنى ان لا يصاب ولا يموت طفل من الجوع في اليمن كل ساعة بعد كورونا اتمنى ان تبقى البشرية على ما هي عليه بعد كورونا احبتي ختاما اقول اين الفنانين الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا اين الراقصين والراقصات الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا اين الفنانين والمغنين الذين بلغت مشاهدات اغانيهم الهابطة ملايين ومئات ملايين المشاهدات نرجو منهم الآن ان يحلوا لنا مشكلة كورونا نرجو من الذين يتصدر الاعلام مشاهدهم ولا نسمع في اعلامنا الكاذب الا اخبار الفن واخبار الفن واخبار المشاهير واخبار الرقص تعالوا تعالوا بنا بهم جميعا هتوهم لنا ليعالجوا لنا مرض كورونا كلهم اختبأوا في جحورهم واصبحوا يطلبون دعوة شيخ وقراءة قرآن من مصلح واصبحوا يرتجون وصفة لطبيب ولعلاج لطبيب راتبه اقل راتب في الوطن العربي وايضا اطباؤنا الذين نرتجي منهم اليوم ان يعالجوا لنا مرض كورونا كلهم هجرناهم الى اوروبا كلهم هجرناهم الى اوروبا ليشتغلوا في المستشفيات الاوروبية الان اصبحت قيمة للشيخ واصبحت قيمة للطب واصبحت قيمة للتقافة ادعو العالم الذي انفق كل مزانياته كل مزانياته على العسكر وعلى القنابل وعلى المدافع وعلى الاسلحة العسكرية الان العالم يرتجي ان يدفع مال الكون كله وبترول الكون كله من اجل ان يعالج فائر الصغير لا يرى بالعين المجردة ربنا ربنا قد عرفنا قدرنا يا رب نشهدك من فوق سبع سماوات اننا عرفنا قدرنا لا لا حول ولا قوة الا بالله اذا كانت ارابة تقول انتهت حلول الارض والامر متروك للسماء قلتموها الان قلتموها الان يا رب يا رب عرفنا انك يا رب نسألك في هذا اليوم المبارك ان ترفعه عنه يا رب لا يأتي رمضان انا عند ظن عبدي بي يا رب ظننا بك اننا في رمضان سنصلي ونعتمر في المسجد الحرام فيا رب لا تطل هذه الغمة يا رب لا تطل هذا البلاء يا رب عودة الى ما كن عليه من حياتنا الطبيعية لا مرض ولا وباء ولا هلع ولا خوف يا ارحم الراحمين